أرقام خيالية تضمنتها قوائم جباية الكهرباء بعد أن أحيل نظام التوزيع في مديرية كهرباء ديالا إلى الخصخصة المشروع الذي يواجه رفضاً واسعاً من قبل المواطنين في محافظة ديالا بسبب قيمة فواتيره الباهظة قياساً بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية والله أخويا العزيز اتفاجعنا بهذه ما شاء الله الخصخصة يعني نحن ناس فقرة هناك ما نتمكن لي شيء عماكن يعني إذا نسمع بمناطق مثل ما نحن الآن بالعمارات السكنية يعني الخير ما أنه يشتغل عامل فإذا يجيبونا الأوراق بالبداية هو الشهر يجيبوكها صفر الثالث شهر ينقدوك 400 أو 500 معاناة جديدة تضاف إلى قائمة المشاكل الطويلة التي يعاني منها سكان المحافظة والتي تبدأ بنقص الخدمات الأساسية والبلدية وانقطاع المياه بشكل مستمر وصولا إلى انعدام فرص العمل من يجيبون؟ هو قاعد يجار وعنده جهال ولده بالمدارس يعيش جهاله كهرباء ماي من يجيب؟ كيف يشتغل هو؟ يلا كيف يحضي على شبيه؟ أهالي ديالة أكدوا أن شركات الخصخصة في المحافظة تتعامل بازدواجية معهم إلى أنها تقوم بفرض مبالغ كبيرة على مناطق دون أخرى وما يجوز الطبقون الخصخصة على منطقة ومنطقة منطقة ما تخاف من عدكم مثل ما يقول ما احتراموا لكم تسحككم وتتجاوز عليكم تخافون منها ومنطقة بسيطة تحاولون الطبقون القانون نظام خصخصة الكهرباء روج له على أنه تجهيز المناطق السكنية على مدار 24 ساعة إلا أن المواطن لم يلمس من هذا النظام سوى ارتفاع الأسعار التي فرضتها الشركات المستثمرة في حين بقيت ساعة التجهيز القليلة كما هي إن لم تصبح أقل من السابق لن تجهيز المناطق السابق ساعة التجهيز المقاب �등ين star